بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف مرحبا بكم مرة أخرى دائما في إطار تقنية المجانية المتعلقة بالجوجيبرا في الحصة الماضية تطرقنا إلى طريقة إنشاء قطعة متحركة الآن سنقوم بإنشاء نصف مستقيم أو كذلك مستقيم بطريقة ديناميكية ولأجل ذلك سنذهب إلى شريط الأدوات هنا ونقوم بالضغط على . سنضغط على شاشة الجوجيبرا لتظهر النقطة A ونضغط كذلك مرة أخرى لتظهر النقطة B سنعود إلى شريط الكتابة هنا إلى شريط الكتابة بطبيعة الحال وسنكتب هذه المرة سيجمون رغم أنني سأقوم بإنشاء نصف مستقيم يمكنني استدعاء الأمر دمي دوات لكن إذا قمت باستدعاء هذا الأمر لاحظوا دمي دوات ستطلب مني أو سيطلب مني لجوجيبرا يدخل نقطة البداية ونقطة النقطة التي سيمر عبرها هذا النصف المستقيم أو كذلك يمكنني استعمال خيار الثالث يمكنني استعمال نقطة ومتجهة إذا قمنا باستعمال مثلا دمي دوات انطلاقا من الخيار الثاني سنختار نقطة البداية مثلا هنا لاحظوا يمكنني الضغط على A ثم بعدها نصف المستقيم سينطلق من A ويمر عبر B لاحظوا ماذا سيحدث في شاشة الجوجيبرا يمكنني مثلا عكس النقطتين نصف المستقيم الذي ينطلق من B ويمر عبر A سأحصل على دمي دوات B لكن إذا قمت باستداء هذا الأمر سأحصل على نصف مستقيم ساكنة وليس متحركة هذا نصف المستقيم سيكون ساكنا وليس متحرك لأجل ذلك سأتحايل قليلا على الجوجيبرا سأستدعي الأمر segment مثل ما فعلنا في الحصة الماضية سأضغط على الخيار الأول نقطة الانطلاق يعني أصل هذا النصف المستقيم سيكون هو النقطة مثلا والنقطة التي سيمر عبرها ستكون بطبيعة الحال النقطة B بطبيعة الحال لن نتوقف عند النقطة A عفوا لن نتوقف عند النقطة B ولكن سنحاول تجاوزها قليلا بأجل ذلك سأستدعي الأمر Translation بطبيعة الحال هنا سنحتاج Translation ما هو الشيء الذي سنقوم بإزاحاته ستكون هي النقطة A المتجهة التي سنستعملها ستكون المتجهة A بطبيعة الحال ولكن قلت بأنني سأتجاوزها قليلا ولهذا سأستعمل مثلا المتجهة A لكن سأضربه في عدد حقيقي أكبر من واحد مثلا سأضرب هذه المتجهة A في 1.2 لاحظوا عندما أكتب 1.2 فإنني بذلك أكون قد تجاوزت عن نقطة B وكأنني قمت برصف نصف مستقيم أب يتبقى لي فقط القيام بالحركة لأجل ذلك سأضغط أولا هنا وسأعود إلى إنشاء ذلك بالذهاب إلى كيخسر هنا سندغط على شاشة الجوزيبرا تظهرنا هذه النفيدة كيخسر هنا إطابة A نقطة أو المجال الذي سنحسن له هو مجال 0.1 مثلما فعلنا في الحصة الماضية لإنشاء قطعة بالنسبة لنكخيمون قلنا لكي تكون الحركة السليسة سأقوم بكتابة 0.001 مثلا ثم أضغط على أوكي سيقوم الجوزيبرا بإنشاء هذه الزالقة كما تلاحظون هنا لكن الآن هذه الزالقة لا تؤثر في هذه الحركة لا تؤثر في الرسم الذي قمنا بإنشائها لأجل ذلك سنذهب إلى هنا أفيش أجرب أفيش أجرب هذا نصف المستقيم هنا قد يسمى الجوزيبرا F سأضغط مرتين على F تظهر لنا هذه النافيدة هذه النافيدة سنقوم ب إضافة للأمر الذي قمنا بكتابتي هنا سنقوم بإضافة الزالقة مباشرة قبل العدد 1.2 سأكتب A ثم أستعمل رمز الجوزة A في 1.2 في المتجهة A وأضغط على OK لاحظوا الآن ماذا سيحدث للحركة التي من أجلها قمنا بتسجيل هذا الفيديو عندما أقوم بتحريك الزالقة لذلك لاحظوا وكأنني قمت برسم نصف المستقيم الذي ينطلق من النقطة A ويمر عبر النقطة B ويمكنوني الضغط بزير الإيمان للفأرة على الزالقة ثم اختيار أنيمي هكذا وكأنني قمت برسم نصف المستقيم الذي ينطلق من A ويمر عبر B باستعمال قلم ومستقيم يمكننا التحكم في خصائص هذه الزالقة حتى لا تتكرر مثل هذه الحركة لاحظوا بأن A ينتقل من صفر إلى واحد وبعدها يعود من واحد إلى صفر يمكننا أن يفعل ذلك مثلما فعلنا في الحصة الماضية بالضغط بزير الإيمان للفأرة على الزالقة والذهب إلى بخط كيتي عبر النافذة التي تظهر على اليمين هنا يمكننا تغيير طريقة التكرار هنا تلاحظوا بأنها بصفة أوتوماتيكية مؤشرة على التغنية سأضغط على مثلا أو بيان يعني سيكون مثلا تصعود لمرة واحدة فقط سأختار مثلما فعلنا في الحصة الماضية يمكننا كذلك التحكم في السرعة يمكننا تغييرها مثلا من واحد إلى اثنان أو إلى ثلاثة سأضغط على هذه الخانة هنا لإغلاق هذه النافذة وأعود إلى الشاشات الجيل يمكنكم الآن الضغط بالزر الأيمن والضغط على أنيمي لاحظوا بأن هذه الحركة قمنا بتسريعها قليلا وكأننا نقوم برسم نصف المستقيم الذي ينطلق من A أو الذي أصله A ويمر عبر النقطة شكرا على المتابعة وإلى فرصة المقبلة بحول الله ربما في الفرصة المقبلة سنتحدث أو سنقوم بشرح طريقة إنشاء مستقيم وليس نصف مستقيم وكذلك يمكننا إعطاء طريقة إنشاء دائرة وكأننا نقوم برسمها باستعمال البركار مرة أخرى شكرا على المتابعة وإلى فرصة المقبلة بحول الله